موسيقى السادة والسيدات اهلا ومرحبا بكم الى نشرة الاخبار من قناة حضر موت الفضائية والبداية بابرز العناوين رئيس مجلس القيادة يبحث مع سفير الكويت مستجدات الوضع اليمني والدعم المطلوب لمسار الاصلاحات الاقتصادية رئيس الوزراء يدشن الجولة الثانية من حملة التحصين الاحترازية ضد شلال الاطفال محافظو حضر موت يدشنو مهرجان البلد السياحي بالمكلة كانت هذه ابرز العناوين واليكم التفاصيل اهلا بكم بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف مستجدات الوضع اليمني والدعم الاقليمي والدولي المطلوب لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات والجهور المبذولة من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة وجدد العليمي عظيم شكره وتقديره لحكومة الكويت على توجيهاتها بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات ومحركين مشيدا بمواقف دولة الكويت وتدخلاتها الانسانية والانمائية ودعمها لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف دشن رئيس الوزراء احمد بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن الجولة الثانية من حملة التحصين الاحترازية ضد مرض شلل الاطفال وتستهدف الحملة على مدى ثلاثة ايام حوالي مليون وثلاثمائة وعشرة الاف وثمانمائة طفل وطفلة ما دون سن الخامسة وذلك في مئة وعشرين مدرية موزعة على اثنتين عشرة محافظة وتستهدف مليونا وتسعة وعشرين الف وستمائة واربعا وسبعين منزلا ودع رئيس الوزراء جميع الاباء والامهات واولياء الامور في المحافظات المستهدفة الى التجاوب مع الجولة الاحترازية لافتن لخطورة منع اللقاحات في مناطق سيطرة الحوثي وتأثيرها المستقبلي على الاطفال دشن محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بساحة الستين بالمكلة فعاليات مهرجان البلد السياحي لهذا العام واطلق محافظ حضر موت خمسمائة من الحمام الزاجل إذانا بتلشين المهرجان في دلالة لرسالة سلام من حضر موت للعالم واطلع بن ماضي على معرض الأسر المنتجة والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية والمنافسات الرياضية منوها بأن فعاليات هذا العام تقتصر على الجوانب الثقافية والإبداعية ويشمل برنامج المهرجان ندوات ثقافية وعروضا بحرية وتراثية ومخيمات الأسر المنتجة ومعرضا للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية ومسرح للعائلة والطفل ومنافسات رياضية هذا وتشهد سواحل وفنادق مدينة المكلة خلال أيام موسم نجم البلد ازدحاما جراء تدفق الزوار من داخل وخارج حضر موت والوطن دشنا محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بمطار الريان الدولي بالمكلة استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية المباشرة بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة وأشرف محافظ حضر موت على الترتيبات إقلاع الرحلة المنطلقة من مطار الريان الدولي بمدينة المكلة إلى مطار آل مكتوم بدبي والعودة إلى مطار عدن أشار بن ماضي إلى أن هذه الرحلة تأتي استكبالا لاستئناف الرحلات إلى دول التحالف العربي ويتم التواصل لإعادة الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي ومطارات الدول العربية الأخرى دشن الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي بالمكلة الحملة الوطنية الاحترازية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال وتشارك في الحملة فرق ثابتة وأخرى متحركة استهدفون نحو 95166 منزلا في جميع مدريات المحافظة بالإضافة إلى المستهدفين من الأطفال من من هم دون الخامسة من العمر ودع الأمين العام أولياء الأمور كافة إلى تحصين أطفالهم من أجل حمايتهم من شلل الأطفال والأمراض الأخرى والحفاظ على صحة أبنائهم وتأتي الحملة الوطنية الاحترازية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بعد إعلان ظهور حالات مصابة بشلل الأطفال في عدد من المحافظات حيث تمثل هذه الحملة وقاية أولية واحترازية من انتشار المرض بين الأطفال بدأت بمدينة سيئون الحملة الوطنية الاحترازية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بتمويل من منظمتين الصحة العالمية واليونسيف للطفولة وتستهدف الحملة تطعيم 86498 طفلا وطفلة ما دون خمس سنوات منهم 23372 طفلا وطفلة أقل من عام خلال زيارة فرق التحصين للمنازل في المناطق عموما وأكد الوكيل العامري أهمية الحملة لحماية الأطفال من هذا المرض الفتاك وتهديد حياتهم ومستقبلهم نحن نعول على خبرات الخوافية فرق التحصين وفي مكتب الصحة وفي فروع مكاتب الصحة أن تحقق هذه الأهداف وتحقق هذه الاستهداف وتكون بإذن الله قد وصلت اللقاحات إلى كل المستهدفين من الأطفال في مدريات وادي حضرموت والصحراء بالتوفيق نحن أمس كان لنا لقاء هنا تكلمنا فيه بالتفصيل عن الخطة وعن اللقاءات وعن خطة التحرك وعن أيضا كيفية تحقيق هذا الهدف وبإذن الله سيكون النتائج كما عهدناها في وادي حضرموت نتائج طيبة وبالتوفيق إن شاء الله الحملة في وادي حضرموت تستهدف 86400 طفل من سن يوم إلى خمس سنوات منهم 23300 طفل أقل من عام في هذه الحملة سوف يعطي لقاح شل الأطفال النوع الثاني وهو اللقاح يختلف عن اللقاح الروتيني هذا اللقاح الذي يستهدف منع سريان الشل المتحور الذي ينتشر حاليا في بعض المحافظات التي وقفت حملات تطعيم سيعمل في هذه الحملة 500 فريق تقريبا ألف عامل متطوع وعامل صحي بإشراف عليهم 150 مشرف فرق كافة الجاهزية في كافة المدريات نفذت سيتم الترشين اليوم في كل المدريات دشنا بقيادة المنطقة العسكرية الأولى المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي والقتالي والإعداد المعنوي أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى الركن عامر بن حطيان أن قيادة أفراد المنطقة الأولى تسعى وبكل الإمكانيات المتاحة لتثبيت واستبتاب الأمن والاستقرار بوادي وصحراء حضر موت مشيدا بدور دول التحالف العربي ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة وشهد الحفل عرضا عسكرية لوحدات رمزية من المنطقة العسكرية الأولى نحن اليوم ندهش في غيادة المنطقة العسكرية الأولى المرحلة الثانية للعام التدريبي 2024 نتطلع بإذن الله أن تكون المرحلة الثانية من العام التدريبي والعملياتي والإعداد المعنوي 2024 أفضل من المرحلة الأولى والتي نفذتم فيها أعمالكم بتفان وإخلاص ونحن نقدر تضحياتكم الكبيرة للوصول إلى هذه النتائج في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن والمناطق المحررة بشكل عام نشد على أيديكم ببدل الجهود لتكون المرحلة الثانية مرحلة عطان وثبات وتميز في النتائج المرجوة ولكم جميعا احترامنا وتقديرنا دشنا بمدينة المكلة المؤتمر الدولي الأول ومخيم زراعة الأسنان الخيري بجامعة العرب والذي يأتي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين مع ارتفاع تكاليف زراعة الأسنان مزيدا من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى باحكم للتخفيف من معاناة تكاليف زراعة الأسنان دشنا في مدينة المكلة مخيم زراعة الأسنان الخيري والمؤتمر الدولي الأول لكلية الأسنان بجامعة العرب بحضور رسمي من السلطة المحلية بالمحافظة بهدف توفير رعاية صحية لجزء مهمش في المجتمع والتخفيف من معاناة المرضى الفاقدين لأسنانهم من الفئات الضعيفة والأشد فقرا ندشنا اليوم أعمال المؤتمر الدولي لطب الأسنان بجامعة العرب والذي سوف يرافقه المخيم المياني لزراعة الأسنان هذا المخيم وهذا المؤتمر سوف تكون إضافة علمية ومعرفية لمحافظة الحبيبة أضف لأن جامعة العرب تعتبر الجامعة الوحيدة داخل محافظة حضرموت التي افتتحت قسم طب الأسنان سوف يكون هذا المؤتمر حل لكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في طب الأسنان وسوف ينعكس أثره على طلابنا ومخرجات هذه الجامعة وابناء المحافظة وكل منتسبيها نفخر في كلية طب الأسنان بجامعة العرب بتنظيم المؤتمر الدولي الأول لكلية طب الأسنان الذي يعد أول مؤتمر يقام في حضرموت والمناطق الشرقية كدولي مؤتمر دولي يقدم في طب الأسنان المؤتمر لا يختص فقط بأطباء الأسنان وليس بأطباء الأسنان أيضا يقدم خدماته للمجتمع المؤتمر الأول لكلية الأسنان يشارك فيه أكثر من 185 متدربا ومتدربة ويضم سبع دورات تدريبية يقدمها استشاريون واخصائيون من مختلف تخصصات طب الأسنان في جمهورية مصر والسودان واليمن إلى جانب جلسات علمية يصاحبها 16 محاضرة ومعرض طبي متنوع نحن فخورين بجامعة العرب لطب الأسنان بإقامة المؤتمر الأول الذي سينعقد إن شاء الله يوم الأربعاء بتاريخ 17 يوليو تحت شعار الواقع والتحديات لطب الأسنان حيث يسبق هذا المؤتمر ورشاة عمل ومخيم لزراعة الأسنان بأول مرة في حضرموت مجانا نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وشكرا اليوم أنا مشاركة في المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان في حضرموت طبعا هذا المؤتمر يهدف إلى منقشة الموضوعات المستجدة في طب الأسنان التجميلي والترميمي والجراحي أيضا عرض التطورات العلاجية والتقالية الحديثة في مجال طب الأسنان كما يقدم المؤتمر معالجات متنوعة في طب الأسنان المخيم الخيري لزراعة الأسنان والذي يعد الأول من نوعه يقدم أكثر من مئة زرعة أسنان خطوة خيرية مثمرة من جامعة العرب تتماشى مع وضاع الكثير من المعدمين الذين لا يقدرون على تكاليف الزراعة كونها باهظة الثمن مصطفى بحكم لقناة حضر موت المكلة استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة وأطلقت منفعية الاحتلال قذائف عدة على حياء تل الهوى والشيخ عجلين والصبر في مدينة غزة فيما أطلقت الطائرات المروحية النار في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة وانتشل الدفاع المدني جثامين خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة من ناحية أخرى قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من خمسة وسبعين بالمئة من البباني والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس بالقطاع جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي توجى المنتخب الأسباني بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين لهدف وسجل هدفي أسبانيا وليامز وزابال بينما سجل هدف إنجلترا الوحيد كول بالمار وفاز منتخب أسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة ليكون أكثر الفرق تتويجا بالبطولة على مر التاريخ فيما خسر منتخب الأسود الثلاثة لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي حصل نجم أسبانيا وبرشلونة لامين جمال على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة فيما حصل زميله رودري على جائزة أفضل لاعب في اليورو وويليامز أفضل لاعب في المباراة توجت الأرجنتين بطلا لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة السادسة عشر والاحتفاظ باللقب والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة بعد فوزها على كولومبيا بهدف من دون رد وسجل الهدف الوحيد في المباراة مارتينيز في الوقت الإضافي الثاني بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وكان منتخب الأرجنتين قد توجى بلقب النسخة الماضية من كوبا أمريكا عام 2021 بالبرازيل وبهذا الانتصار يصبح المنتخب الأرجنتيني قد حقق فوزه الثالث والعشرين على نظيره الكولومبي مقابل ثمانية للأخير بينما تعادل عشر مرات ختم نشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنبار رئيس مجلس القيادة يبحث مع سفير الكويت مستردات الوضع اليمني والدعم المطلوب لمسار الإصلاحات الاقتصادية رئيس الوزراء يدشن الجولة الثانية من حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال حافظوا حضر موت يدشن مهرجان البلد السياحي بالمكلة أستاذا والسيدات وصلتوا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعيات حضر موت في دمتم في أمان الله تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعيات حضر موت في دمتم في أمان الله